المسيح حي ليس فقط بالمعنى البسيط للكلمة الذي يساوي أنه قام من الأموات ولكن المسيح حي بحياة الله فحياة الله تجسدت في المسيح فهو ليس مجرد معنى حي أنه قام من الموت يعني ليست الحياة والموت بالمعنى الإنساني اللي احنا بنعرفه لا هو حي بحياة الله الحياة الإلهية نمرة اتنين أنه ما يزال حي في هذه الحياة الإلهية وده معنى وقيمته ايه بالنسبة لي أنا معنى وقيمته أنه بينقل لي بطريقة مستمرة طبعا طالما أنا في اتصال وطلب مستمر واتحادي مش إن أنا رامي القضية وبقول أنا مؤمن وبقى هو بيديني الحياة فليه أنني في حالة اتحاد بيه بطريقة منتظمة فهو بينقل هذه الحياة الإلهية إليه بتدفق بطريقة منتظمة ومن ثم فتدفق الحياة الإلهية فيها طبعا اللي بيقوم بهذه الواسطة هو الروح القدس تدفق الحياة الإلهية فيها نمرة واحد بيعطيني النصرة المتجددة على الشر دلوقتي بعد السنين دي أشكر اللي ربنا ومجد اسمه إن الشر ما بقاش موجود جوايا لكن الشر بيجي عليها من برة فالذي هو في البداية ولسه بيتطهر من الشر بيديه نصرة على الشر اللي موجود جواه بيتطهروا منه واللي تطهر من الشر اللي جواه وبيواجه الشر اللي جاي من برة بيديه نصرة على هذا الشر حاجة التانية إن حياة المسيح اللي بتتدفق فيها بطريقة منتظمة بتديني استنارة في الزهن فأفهم مشيئة الله والتعليم وخطة الله للإنسان الحاجة التالتة مش التالتة يعني هما يقولوا خلاص حاجة التالتة إنه بسبب تدفق الحياة الإلهية فيها فأنا أستطيع أن أشارك الآخرين بيها يعني إيه أشارك الآخرين بيها يعني أستطيع أن أصلي لمعونة الآخرين من تلاميذي للنصرة على الشر مش بس النصرة على الشر والشفاء من المرض زي ما بيحصل فيه خدمة المسيح الشافي كل أسبوع فلما نقول أن المسيح حي فهو حي بحياة الآب السماوي وهو حي فيه وعشان كده الرسول بولوس بروز الرحلة بتاعته وقال فأحيا لا أنا بلق المسيح يحيا فيه فرغم ضعف إنسانيتي وإن أنا ضعيف في الجسد زي كل إنسان في سني وفي شيخ أختي جسد ضعيف أنا جسد ضعيف طبعا إلى إنه حياة المسيح التي تحيا فيها بتقويني وتساعدني أن أرسل هذا إلى غير ده هو القيمة العميقة والمعنى الحقيق للحياة المسيحية واللي ما دخلش في الطريق ده يبقى ما يعرفش بالزبط هي المسيحية إيه اشتركوا في القناة